رسائلها ما تتوالى عن دعم المملكة لليمن وشعبه فبعد يوم واحد من توجيه خادم الحرمين الشريفين بالوديعة المليارية للبنك المركزي اليمني ها هو سفير المملكة في اليمن محمد الجابر يصل إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد حاملا رسالة دعم ومساندة متجددة من المملكة للشعب اليمني ومبشرا بأن الأمن والاستقرار سيعودان قريبا إلى اليمن السعيد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر استقبل آل جابر في مقر إقامته بعدن وثمن بن دغر توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان في إنقاذهم للاقتصاد اليمني من الانهيار ودعم البنك المركزي فيما أكد سفير المملكة أن هذه الخطوة هي أخير دليل على دعم المملكة لأشقائها في اليمن الدعم اللي حصل للبنك المركزي هو استمرار دعم المملكة العربية السعودية لأهلنا وشقائنا في اليمن حرص على الإنسان اليمني وحرص على أن يعيش حياة رغيدة وكريمة بعد أن قامت الميليشيات الحوثية الإيرانية بتحطيم آماله وتدمير مقدراته ونهب مقدرات البنك المركز وعطفا على طلب رئيس الوزراء اليمني من المملكة إرسال خبراء ومتخصصين لمساعدة الحكومة اليمنية في وضع الخطط ومراقبة الأموال والإشراف على هذه المكرمة وكذلك في مشروعات الطرق والتجارة قال السفير محمد الجابر إنه اصطحب خلال الزيارة عددا من المتخصصين السعوديين للقاء رئيس الوزراء ولتحديد ما يمكن تقديمه من خدمات معي فريق من الخبراء والمهندسين للقاء الحكومة اليمنية والتشاور حول كيفية البدء في تنفيذ عمليات الخطة العملية الإنسانية الشاملة في اليمن ودراسة الاحتياجات العاجلة جدا التي يمكن أن نقوم بها سواء كانت في المواني أو في الطرق بما يساهم في أن تصل هذه الوالدات إلى كل مكان في اليمن وتأتي هذه الزيارة في ظل سعي المملكة لدعم اليمن في مشروعات البنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة وشتى مناح الحياة بالتزامن مع الدور الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية لإعادة الأمن والاستقرار واسترجاع شعب اليمن لبلاده من ميليشيا إيران التي أرادت اختطافه لصالح أجندة نظام الملالي فبعثرت عاصفة الحزم وبعدها إعادة الأمل أوراق تلك الأجندة الملغومة في وجه الإرهابيين الحوثيين وداعميهم لبرنامج هنا رياض ريها محمود